هذه الحالات من ضمن المتعالجة من عندي أغلبية الحالات أنها تم العلاج فيها بدون خلع وهذا هو التطور الجديد في التقويم تطورها الآن إنما تحتاجون خلع أسنان نسبة الخلع مش ما متلقى بس أشلطع دروس العقل تشيلونهم دروس العقل ما تنحسب في العادة يعني بس في الغالب لا التقويم قبل صعوبة بالنسبة للمشكلة أي مريض دكتور ما بيقى شيء لأسنان حلو هذه المشكلة أستيزاء التقويم الحديد صار قلل نسبة لحتياج الخلع لنسبة كبيرة يعني زي ما شايفين في الصور ما شاء الله يعني تغيير جذري بيك تلاحظ أكتر شيء التغيير في الابتسامة الثقة في النفس الابتسامة والعيون تقول لك شن الفرق مع المريض نفسي ترتحت السنانة تعدلت صار حتى ابتسام تغيير تقطب نفسها غير اللي اكتشفتها دكتور أن الأسنان اللي تعدلت وانصفت بطريقة تأثر أيضا على الخدود وعلى الشكل الوجه التقويم ليه دور أساسي في تغيير الشكل الوجه هذه من المعلومات كمان يعني أنا حتى مرضاي لما يقولون شوفوا أني أخذ صور دكتور تقويم أكيد رح تمدح التقويم مش همنع التقويم علاج علاج ما العلاقة بشنه علاج كل واحد كل هو مريض ليه علاج بطريقة الخاصة حسب شن حالته تستطيع تقويم دكتور تقويم دكتور عصة دكتور عيجة ما فيه الحالة هي اللي تقول لك احنا وين نروح نعم لها عمر معين التقويم ما لعمر يبدأ من سبع سنين أنا عندي مرضى 55 و60 سنة مركبين تقويم بس السبب من التقويم مختلف هذا بخمسة وخمسين الظاهر يبي يتزوج لا احتمال وارد بس في غالب يكون السن الكبير يكون عندهم محتاجين أماكن للزراعة للأسنان مساحات فالتقويم يساعد كدور أول إنه يساعد التخصصات الثانية جعل أماكن للزراعة تعديل الأسنان حتى دكتور التركيبات يعفه كم من شغلها دكتور الزراعة في كم من شغل وفي ناس هلأ السن ملاع دور في ملادور في تجميل الاتسامة الناس كلها صارت تهتم ببتسمتها بدأت في الكويت وانتم محضين الاتسامة صارت أساسي ملاس 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 ملاع عمر ملاعي كل شخص مهتم تطنعت حتى مخرجنا ما شاء الله يقول لنا بسوية أسنان